هذا مجزو الأخبار من قناة 22 أهلا بكم أكدت محكمة الجزائر العاصمة أمس ثلاثاء تبرئة سجين الرأي السابق لطفي غوري طلبت نيابة العامة لدى محكمة الجزائر العاصمة في 14 نوفمبر أي عند الاستئناف تأكيد الحكم بالبراءة الصادرية عن المحكمة الابتدائية في حق سجين الرأي السابق لطفي غوري كما تم تأجيل محاكمة سجين الرأي عبدالقدر سليماني إلى 10 ديسمبر 2023 أمام المحكمة الجنائية الابتدائية بالبوليدة للتذكير فإن قضي التحقيق بمحكمة العفرون ولاية البوليدة قرر في 15 نوفمبر وضع عبدالقدر سليماني رهلا اعتقال بعد أن أوقفته عناصر الدرك الوطني يوم السابع من نوفمبر كما تم تفتيش منزله ويواجه اتهامات خطيرة استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ويرتبط ذلك بمنشوراته على الفيسبوك يمثل مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا ورجل أعمال رفقة امرأة وعدة متهمين آخرين أمام مجلس قضاء الجزائر في 13 ديسمبر القادم عن وقائع خطيرة تتعلق بطبيض الأموال والنصب والاحتيال على مواطنين وسلب أموالهم وقابل إهمهم باقتناء سيارات لهم قابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و 500 مليون سنتيم أعلنت وزارة الصناعة عن منح علامات فرنسية مثل بيجو ورونو وأخرى أسيوية من أجل تصدير السيارات إلى الجزائر وأوضح المدير المركزي بوزارة الصناعة في لقاء مع وسائل إعلام محلية أن 13 علامة لسيارات أوروبية وأسيوية من بينها السوزوك اليابانية تحصلت على الاعتماد لاستيراد السيارات إلى الجزائر إضافة إلى شركة تويوتا على أن تكون البداية بتوريد الحافلات وأضف أن شركة هيونداي أبدت رغبتها في دخول مجال تصنيع السيارات في الجزائر كما سبق وأن قال المدير المركزي بوزارة الصناعة أن إنتاج الجزائر من السيارات سيبلغ 120 ألف وحدة قبل نهاية 2023 بدأت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى صباح أمس الثلاثاء إضرابا عن الطعام حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن بلاغ اللجنة الدفاع وبحسب هيئة الدفاع بدأت موسى إضرابا عن الطعام تنديدا بظروف اعتقالها واحتجاجا على اضطهادها والصرخة ضد انتهاك حقوقها في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري بحسب صحيفة لابريس وحددت لجنة الدفاع أن إضراب موسى عن الطعام سيستمر طيلة الحملة الدولية لستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس ودعت لجنة الدفاع في كلمتها لسلطات السجن إدارة السجن المدني بمنوبة إلى الحرس على المراقبة الطبية المنتظمة محملة السلطات المختصة المسئولية الكاملة في أي تدهور محتمل في حالة الصحية لابير موسى ويذكر أن عابير موسى عطقلت في الثالث من أكتوبر الماضي أمام مديرية النظام بالقصر الرئاسي بقرطاج بينما كانت تستعد لتقديم شكوى ضد نشر مراسم تنظم الانتخابات المحلية أفرجت السلطة لاحتلال الإسرائيلي أمسى ثلاثاء ناصر فلسطينيين من أطفال ونساء بمجاب صفقة تبادل مع حركة حماس وغادرت حافلة تابعة للجنة الدولية لصليب الأحمر سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غربي مدينة رمالة قل أسرى وأسيرات من الضفة وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر لإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والحركة تضمنت أسماء ثلاثين أسيرا بينهم 15 طفلا و15 من النساء كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء بوصول 12 محتجزا من قطاع غزة بينهم عشرة إسرائيليين وطايلانديا وتعد هذه القائمة الدفع الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية بمجاب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة عبر وساطة قطرية مصرية أمريكية ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن التعزيزات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إدت إلى نفاذ الأموال التي كانت مخصصة لوزارة الدفاع البنتاجون كون تحركات القوات في الشرق الأوسط لم تكن مخططة وأضفت الصحيفة أن البنتاجون اضطر إلى صحب الأموال من حسابات العمليات والصيانة الحالية لافتثا أن الجيش الأمريكي يعمل مثل بقية الحكومة الفيدرالية من خلال تدابير التمويل المؤقت التي تجمد الإنفاق عند الحدود التي بلغها العام السابق وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الموافقة على هذه الأجزاء المؤقتة خلال نوفمبر الجاري لتجنب الإغلاق الحكومي وحتى يتمكن نواب الكونغرس من الاتفاق على مشروع قانون للإنفاق العام بأكمله اشتركوا في القناة